قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النازحين السودانيين في تشاد يواجهون ظروفا صعبة أهمها نقص الغذاء والمساعدات الطبية وفي موضوع آخر لقي 30 شخصا حتفهم نتيجة انهيار أحد السدود المائية في مدينة البحر الأحمر شرق السودان وتعرض السد للانهيار جراء الأمطار الغزيرة التي ألحقت كذلك أضرارا بالمنازل في المدينة هذا وأدى هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر إلى نزوح نحو 118 ألف شخص في السودان في الوقت الذي يكمل فيه الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع يومه الخمسمائة